بعد الصلاة الموحدة التي أقيمت في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء وسط العسم العراقية بغداد جدد موثل الصادر وخطيب الجمعة المطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مشيرا إلى أن الحكومات التوافقية التي شكلت في الدورات السابقة تسببت بهدر الأموال ونقص الخدمات سياسات الحكومات المتعاقبة ومنهج المحاصص المقيت والتقاسم وكذلك التردي الواضح في مجالات الخدمات والصحة وستبقى مشروعيتنا الإصلاح وإننا من منبر الجمعة في هذا اليوم نعلن تضامننا مع حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة الإطار التنسيقي وضمن رده على الرسائل التي بعثها الصدر اشترط حل البرلمان وفق الأطور الدستورية والقانونية لتفادي تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية انتخابات المبكرة ربما هي في أطروحات أو في رؤية كثير من القوى السياسية لكن القضية تحتاج إلى معوقات دستورية وقانونية وتحتاج إلى وقت ثم القضية تتعلق هي قضية وطنية لا تتعلق بالإطار والتيار وإنما الإجماع الوطني أيضا القوى السياسية الأخرى وبقية مكونات هل ترى ضرورة في إجراء انتخابات في المقابل كشفت جينين بلاسخرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة عن مؤشرات إيجابية خرجت بها من اللقاء الذي جمعها بزعيم التيار صدري مقتدى صدر والذي ياتي في إطار الجهود الدولية للتوسط بين فرقها العملية السياسية في العراق لتجاوز الأزمة الحالية خيار حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة لا يزال الأقرب إلى قناعات عدد كبير من القوى السياسية الشيعية والسنية وكذلك المستقلين مقابل تحفظات من بعض القوى الكردية على هذا الخيار خيدة الجابر الحرة بغداد